اشتركوا في القناة سوف نبدأ معكم فيديو سوف نجد اول حاجة البغرير بالزاف الذين سوف نتلبوني باش نشارك معهم طريقة كيفاش نجد البغرير بالدقيقة الفينو حيث كان سبق اليوم نزلت معكم الطريقة بسميدة اليوم ان شاء الله سوف نجده بالفينو ناجح من اول تجربة يكفي انكم غير تحترموا هذه المقادرة اللي سوف نعطيكم وتتبعوا معي الخطوات للتحضير في المقادرة البنات سوف نحتاج جوش كسان ديال بدقيقة الفينو الكاس اللي عبرته بالفينو والفورس هو اللي سوف يحصل كما قلت لكم جوش كسان ديال الفينو نسكس ديال بدقيقة الفورس تحل البيض من بعد غدين عبرت لازل الكسان ديال المدافي ما يكون سخون بسه يكون غير دافي الملحم طبعية الحال واحد معلقة صغيرة معلقة صغيرة ديالزكر ساندة عندي هنا الخميرة ديال الخبز الحبيبات والمعجونة اللي عندكم غن ناخد منها معلقة ونص معلقة صغيرة ونص وغدين ناخد معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة لنسبة الدقيق ديال الفينو اللي كانت تتعمل لنسبة البنات اللي معايا هنا في إيطاليا صراح هذا هو أحسن دقيق ديال الفينو اللي أنا حصلت عليه كي يجيبه البغرير المسمى الملوي الخبز كونش كي يجيبه زوين وما غاليش كان ناخده غير بشي 65 سنتيم من الكيلو هذا هو أحسن دقيق جربس بزاف ولكنه هذا هو أحسن واحد كنت تتعمل حاليا غدي ندوز دابا نخلط معاكم البغرير اللي بغيتوا بغيتوا تسخلطوه مباشرة في الكاس ديال مونينكس خلطوه أنا غدي نخلطوه بالميكسر دكشي لاش أخذت غير هاد الزلافة هادي ديال البلاستيك ندرت هنا كما كتلكم جوش كيسان ديال الفينو معا نسكس ديال دقيقة الفورس معلقة صغيرة ديال السكر سانيدة معلقة صغيرة ديال الملحة الخميرة الحبيبات الخاصة بالخبز غدي ندير معلقة معلقة عامرة بحال هاكده وغدي ندير نص ديال معلقة أونس وبنسبة الخميرة ديال الحلوة غدي ناخد منها معلقة تكون مستوحة بحال هاكده سوف نعبر الماء ثلاثة الكيسان ديال الماء دافي جوش ثلاثة ندخلطه شوية غير هاكد بالفرشيطة سوف نجيب الميكسر باش نطحنه كما كتلكم البنات تقدروا مباشرة في الكاس ديال المونينيكس سوف نجيب دابل ميكسر باش نطحنه ثلاثة ثلاثة البنات من بعد ما طحنته تقريبا 1-5 دقيق كتبقى تطحنه حتى يتخلط لكم مزيان سوف نغطيه بالبلاستيك الغدائي غطيت عليه بالبلاستيك الغدائي وعودته بالمنديل سوف نجعله بالضبطة البنات يخمر ربع ساعة 15 دقيقة ماشي كثير وماشي قل بالضبطة البنات نأكد عليها 15 دقيقة إذا فوتت لي في التخمر لا سوف ينجح معكم وعندما تجعله ربع ساعة يخمر لا سوف ينجح معكم فبطة البنات ربع ساعة تجعله سوف نجيب دجاجة معمره على ما يخمره ونطيبه معكم سوف نجيب الدجاج معمره بالحشوة لدينا دجاجة تقريبا 1-1-200 جرام سوف نجيب الحشوة هي الأولى التي سوف نعمرها بها سوف نشاركها معكم ثم نجيب الدجاجة ونجيب الدجاجة ونجيب الدجاجة بالنسبة للحشوة لدينا هنا الكوبيدس الدجاجة التي سلقتهم غسلتهم جيدا وقتعتهم طريفة صغيرة ودرتهم يتشحروا مع زيت المائدة سوف نجيب الدجاجة قصبروا مع الدنس شوية الشعرية الصينية التي رطبتها في المسخون حتى تنفخات وقصيتها بحالها قبل مقص طريفة صغيرة سوف نزيد العطرية هنا سوف نجيب الدجاجة سوف نجيب الدجاجة اضمن الخرقم البلدي مع القصص صغيرة حمارة ونجيب الدجاجة سوف نجيب الدجاجة نجيب الدجاجة سوف نجيب الدجاجة اضمن الخرقم تشحر شوية الى عندكم حتى لشمبينون الفتر سوف نزيد خضر المعدنس مقطع دوائر سوف نخلق على جنب مقطعين ملقة صغيرة الخرقوم البلدي ملقة صغيرة لبزار ملقة سكينجبير ملح على حسب الدوق ملقة صغيرة الفلفل الحمرة الحلوة سوف نقوم بودرة وإذا لديكم التومة طرية سوف نضيف فرمدان لا أعمل بزاف التومة طرية سوف نقوم بغير هذه التومة سوف نقوم بضوامة كنور هذه هي الزعفران نفرتتها بحل هكا سوف نجيب الزيت زيت الزيتون تقريباً واحد ثلاثة المعالق حتى الأربعة نضيفها نضيفها من الأطرية في الدجاجة من الداخل نضيفها نضيفها من الأطرية سوف نجيب دبال حشوة ونعمرها هنا الداخل سوف نجيب دبال حشوة ونعمرها هنا الداخل سوف نجيب كيف نعمرتها وحاولت نعمرتها هذه الفخيضات من الجنة بالحشوة أصلا نضرت العمارة شوية كثيرة سوف نجيب العويدة ديال سنة سوف نجيب دائما البنات إذا لم تريدون تعمرها بالشعرية الصينية سوف تعودها بالروز سوف تجدها غير مستسلقة وتخلطها مثلا مثلا مثل شمبينون والزيتون وتعمروا بالعطرية إذا لم يكن لديكم شعرية الصينية سوف نجيب دائما من هنا غير عويدة ديال السنة لكي لا تقوم بسهولة من بعد ندخلها للفخيضات ونحن نجيبها نجيبها سوف نجيبها نجيبها بالعويدة ديال السنة من بعد مني سوف نجيبها من الفران مني الطيب سوف نحيدهم كاملين هذه العويدات التي تعملتهم سوف نطيبه في الفران أنا لم أكن أفعله في القاملة ولم أكن أفعله في الكسكاس فأنت أفعله في الفران بها الطريقة يأتي تجاج طيب زويل هنا هكذا الشرم أو الأعطرية التي تعملت لديها بصلة كبيرة التي تحنتها غير فتحانة فرشتها هنا تحت تجاج سوف نضع تجاجة سوف نغطيها مزيدة بالورق الزبدة سوف نغلفها مزيدة بالبوبي ألمينيوم سوف ندخلها للفران لا ندخلها مالا لا ندخلها أي شيء سوف نضع تجاجة سوف نضع تجاجة بشوية البطاطا التي نقيتها هذه البطاطا صغيرة نقيتها ونضعها تبخرة تقريبا 1-10 دقائق سوف نستطيعها في المقلع أخذت هنا المقلع ونضع قصبر ونضع زيت الزيتون ونضع ونضع ملحة ونضع ونضع لبفزار لضع رصة المعلقة ونضع الكامون معلقة صغيرة ونضع ونضع توم بودرة سوف نأخذ هذه البطاطا التي قلت لكم بخارسها سوف نجعلها غير شي شوية تتحمر بحالها تتخذ هذه اللوين هات كم ذهب سوف نحيدها نتفعلها الفوطف من بعد مخمر البغرير سوف نبدأ الدبق نطيف فيه درت هنا يجوج مقلات غير باش نسالي دغية هاد المقيلات صراحة مخليهم غير البغرير باش دي ما كيصدق ليه فيهم ما كنطيف فيهم حتى شي حاجة اخرى هنتم البنات كيف ما كتشوفوا مباشرة كي يجي كلهم تقب وخارب الطريق ديال الفينو ماشي بالزميدة هنقرب لكم الكاميرا شوفتوا كلهم يجي متقب بنسبة للمقلرة ما كان دياليها لامة لحتى شي حاجة مباشرة كان طيب البغرير اخرى بحال هكذا سرب والعافية تكون متوسطة ما تكونش مجادة بزافة ما تكونش ناقصة غادي نكمله في الطياب ومن بعد هنوريكم الشكل نهائي في الطبق ديال التقديم بنسبة للبنات اللي غاي سوولوني على الدقيق من ان كان ناخدو نسيس مجلس عليكم في اللول ديالفيديو هذا المركة هذي ديالبطقيق كنناخدها من اميتي هاي مكتوبة عليه هنا يا اميتي سوبر مارشي ديال اميتي غا تلقاوه فيه ضروري على الناس اللي تكونوا كتوجدوا البغرير تديروا شي منديل ولا شي يزيف باش تحطوا عليه البغرير ما تحطوهش مباشرة في شي تبصيل ولا هذا معهو سخون غا اعرق لكم وغا يدير الماء من التحت ويتزق سافي كيف ما كتشوفوا معايا بغرير ناجح غير بالطقيق ديال الفينو كي يجي خفيف بحل ديال السميدة كنخلي شوية يتحمر من التحت هانتو ممتقب كامل وباش تعرفوا البغرير ناجح خاصة من هات الجيه هذي يجي متقب بحل هكا هذا هو البغرير اللي كي يجي ناجح وكي يجي خفيف حتى في الماكلة دياله وكيف ماشتوا معي انا رادرت في غير مع القصغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة ما كان كترش في الخميرة ديال الحلوة باش ما كي يجيش حامض هانتو مناجح ان شاء الله هذي تجربوه وغا ينجح معاكم من اول تجريبة من بعد ما اخرجت الجيه من الفران زينته بشوية ديال الاوراق ديال الخص ودورت بهذاك البطاطا اللي درس معاكم صوته في المقلة كتجي لديده وكتشهي كنتمنى المحتوى ديال الفيديو ديال هاد النهار يكون نال اعجاب ديالكم ويلا عجبكم ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم تعليقاتكم اللي كتخليولي دائما يلا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل جرس ويش ان شاء الله دائما توصلوا بالجديد ديالي ضروري من تفعيل الجرس حيث بزاف ديال المشتركات الغالية اللي معايا في القناة ما بقوش للأسف كيتوصلوا بالفيديو هاد ديالي مؤخرا داك شيلاش كتشوفوا تراجع في المشاهدة فكنتمنى تفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي كنقول لكم صيام مقبول ودنب مغفور وشهية طيبة ان شاء الله نهاركم بارك و بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بسلام عليكم